موسيقى موسيقى المفروض ان احنا بنناقش بصفة عامة فكرة عمل اه في نفس الوقت في الوبسايت او ووبسايت بالدنج يعني الوبسايت او الكلمة العامة اللي احنا هنناقشها دلوقتي من طبعا الاتجاهات المشهورة جدا لينا دلوقتي في ان احنا نعمل ووبسايت لشركة او نعمل ووبو شركة او نعمل او بليكيشن لجهة ما بحيث انها تتعامل مع الجهة دي سرول ويب انترنت بسافة عامة يعني ممكن يبقى الويب سايت ده مجرد تعريف للمؤسسة وبالتالي يبقى في history about us وcontact us والكلام العام دوت وممكن الموضوع يعني يعدي المستوى دوت ويبقى مثلا ويبقى او بليكيشن لمستشفى او بليكيشن لدكتور لصيدل اي جهة تبقى الجهة مش عايزة مجرد تسبلي تبقى الجهة عايزة كمان مع الجهة نفسها بحيث ان انت تحتاج او توفله التعامل مع الجهة او database تسجل legislation تعرف معلومات وهكذا في الحالات كلها بنحتاج tools كتير tools مختلفة حسب ال skill اللي انت بتتكلم فيه اجمالا يعني بيبقى عندي website design tools بيبقى عندي programming tools هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل والنقش حضراتكو بيبقى عندي database فبحتاج بحتاج اكتر من ايه من من tools لو رجعنا تاني خلينا نقش الكلام دوت مع بعض كده يعني لو اتفقنا او يعني احنا متفقين يعني ان انا عندي زي ما اتفقنا انترنت هنا عندي ويب اوكي والويب دي انا عايز اعمل لها زي ما اتفقنا development عندنا طبعا قسمين اساسيين الاول عندي قسم كبير كده هوت اللي هو قسم design اجمالا انا بحتاج او ما يسمى front end وباك اند يعني المصطلحين دول مشهورين جدا لاما هتعمل design لاما هتعمل تحت هتعمل develop اوكي احيانا طبعا الاسم ده مشهور جدا يقوم اي اللحاك ده front front end ويقول لحاك ان ده back end يعني الجزء اللي هو بي ايه بيكون في خلفية الويب ابليكيشن بتاعي حلو الكلام عايز تقول الويب سايت اتس اوكي عايز تقول الويب اوكي بس هو جرت العادة ان احنا بنطلق فيلم توب سايت لما يكون الموضوع بسيط ما فيهوش interactive وdatابيز وفروغرامنج وكل الكام ده كله دايما لما يكون فيه وكده بقى فيه وبابليكيشن طيب لما نيجي للجزء ده هنلاقي ان احنا عندنا عشان ندزاين عندنا اكتر من طول يعني بيبقى طبيعي انا محتاج اتعرف على اتش تيميل اتش تيميل هي الاساس في الدزاين بتاع الوبسائد ممكن يكونش مباشر يعني ممكن ما كونش انا هعمل دزاين بالاتش تيميل دايركت يعني ممكن استخدم طولز زي زي الدريم ويفر وزي فرانت بيج بتاع مايكروسوفت وزي جديفلبل مساحة ونتبينز و كله دي انا بساميها اي دي اي Шوية اللي هي الاي دي اي 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 اللي احنا منقدر بيها نشتغل درجوا دروبوا اي داكول اوكي يعني مش لازم انني اقضنا هكتبه اي دي بس طبعا من الجميل هنا اكون اعرف حشان لما يطلع هاجينيت الاج STEMال اقدر امد دي اي دي واستعان على اكتبها واتش تيميل او بالتولز اللي انا بستخدمها بقدر اصمم. انا ممكن اوارح اكو سامبل يعني بصمم الايه? الصفحة بتاعتي. طيب بعد ما اصمم الصفحة دي انا بحتاج ان انا اعمل لها فورماتينج. فورماتينج يعني بتحتاج تنسق باك كرار فور كرار فونت سايز وش هفيه بكل الكرام الجميل ده. لما بعمل صفحة مسلا وفيها بالشكل دوت لو حاجة بتعمل صفحة لوجين مسلا. بالشكل دوت. ولو فرضنا ان دي لوجين مسلا فبالتالي دي هتبقى يوزر نيم. اهوة. دي يوزر. ودي الباسورد. اوكي? مسلا. فالصفحة دي اكيد بعد ما اعملها في الهتش تيميل احتاج اعمل لها فورمات. طيب هتحتاج تعمل لها فورمات جوه صفحة الهتش تيميل اللي يعني. فانت ممكن تعمل ايه? زي ما انا بعمل كده هو في جوه الهتش تيميل ممكن تقع في كده هو وتقعد تعمل فورماتينج الوان باي وان يعني تقول له ده خليه كده. وده خليه كده طبعا بصفحة الكلام ده حلوة وواهش. بس انا قصدي انك احنا ممكن نعمل اللي احنا بنعمله ده. ممكن. ممكن نقعد نعمل كده. تمام? بس طبعا الكلام ده مش جميل. مش مستحب. اما لا طبعا. انا مش قعد انصف صفحة صفحة بهذا الشكل. يعني افرض مسلا ان انت عندك كمان صفحة. هتقعد بقى كل صفحة تعمل فيها الكلام ده. موضوع مرهق شوية. اوكي? يعني هتقعد صمم صفحة صفحة بالشكل ده. اولا ما فيش بينهم ثانيا. موضوع مرهق قوي. وهتاخد وقت كتير جدا لحد ما تخلص الكلام ده. طيب امال ايه المطلوب? لو انت عندك تلاتين اربعين صفحة بالشكل دوت فالموضوع هيبقى الى حد ما مرهق جدا. امال لا راحوا رايحين بنا لموضوع تاني اللي هو موضوع ال سي اس اس. اللي هو عبارة عن ستايلز. بقوم رايح انا بقى هنا. عامل ستايل. ستايل ده عبارة عن فايل. طبعا اه احنا عندنا كورس الوحدة للهتمال. كورس الوحدة للسي اس اس. وهكذا. كويس? بيجي هنا ال سي اس اس دوت. عبارة عن فكرة بعمل فيها ستايل مسلا. ستايل وان مسلا. ستايل وان دي بابتدي احط فيها ستايل بجد. وبتدي اقول له مسلا ان انا عندي كالر كذا كذا كذا. وبتدي اقول له بقى كالر ده وبدجروند كده مش عالف ايه كله وه dikk landa كله وبعدين بعد كدهoline. وباهم واخد ال اه ال الستايل ده. اهم ربطه باهيه؟ بفايل فيل. اقوله الستايل ده. اربطولي بالراجل ده. وقوله كمان تاني ان الستايل ده هو هوا اربطولي بالراجل ده. وقول له كمان مثلا يان. ان الستايل ده اربطولي بالراجل ده. حلو الكلام. طيب كده انا ربطت الستايل شيت بالتاتا فايلز ابتدي كمان استخدم الستايلز نفسها. اقدر اقول له برضو ان الستايل نفسه احنا ربطنا الفايل. اقدر اقول ان الستايل نفسه اربطه بالتكستايتم ده. وابتدي بقى ايه اعمل فورماتين. الكلام ده هستفيد بي ايه? هستفيد ان انا هعمل سايل واحد واستخدمه تلتمية مرة. وكمان فايل واحد هيستخدم مع تلتمية صفحة. وكمان لو قررت ان انا اغير الكلر ده مرة واحدة للمجموعة دي كلها هاجي هنا واقول له مسلا ده بلو مسلا كده اهو. طيب بص تلاقي بقى بلو. طيب بقى بلو المين? لكل الاتشتيميل فايلز اللي تستخدمه. وده كان موضوع السي اس اس اللي بيساعدني في ان انا اعمل فورماتينج لي صفحات الاتشتيميل. يبقى كل حاجة ليه وظيفة. الاتشتيميل ده وظيفته ايه? وظيفته الصفحة نفسها. يعني انا بعمل الديزاين بتاع الصفحة نفسها ككل بمين? بالاتشتيميل. طيب عايز اعمل فورماتينج للصفحة وبالشكل ده كده وانصق كده? يبقى انا عايز مين? يبقى انا عايز سي اس اس. طيب الكلام جميل خالص. وقف الموضوع لحد كده? لا ما وقفش لحد كده. راحوا وعمل لنا حاجة تاني اسمها بوت ستريب. جميل جدا. بوت ستريب بوت ستريب. وبرضو الكلام ده عندنا ليه كورس منفاصل. او الباكتج كلها بتاعة الويب ديفولوبمينت كلها تحتوي على مين? على مجموعة الكورس دي. طيب البوت ستريب بقى عبارة عن ايه? هو الضروري ايه يا جماعة ما تيجي تذاكر حاجة يعني اتمنى انك تذاكر بالطرقة دي. طبعا عشان حقك علينا مقتنع بياه عشان طريقتي يعني بس انا اتمنى انك تكون بتذاكر بالطرقة دي. اللي هي ايه? ما تدخلش جوا موضوع ديبلي كده الصورة كلها الاول. اه عشان تعرف ده ايه وده 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 ايه وكذا. وبعد ما تعرف تبتيت اخد فكرة اكتر وفكرة اكتر. فعلا دي طريقة مذاكرة طبعا عمري شوية كتير شوية الحمد لله يعني في الاريا دي. كويس. وبعد كده تاخد بقى كل حاجة بالتفاصيل وتتقن الموضوع. لكن تدخل موضوع بتفاصيله مرة واحدة ممكن تنغمز فيه ومتعرفش الدنيا كلها حواليك فيها ايه. المهم فانا عرفت ان الهتش تيميل اللي هو اللي بصمم بيه صفحة الويب. اوكي. اه ممكن ابقى لحاك كمان شوية سامبلز حقيقية للحاجات دي كلها. لكن احنا دبنده عالطايم ودبنده عن نقاش اللي ما حضرتكو. السي اس اس هو اللي بقدر عمله اعمل بيه فرماتينج زي ما حاك شفته اللي هو ده. امال بقى ايه موضوع الـ bootstrap ده. الـ bootstrap عبارة عن style شيت فايل جاهز. قال لي ايه? قال لي بدل ما هتقعد تعمل انت الـ styles دي. انا هتديك style فايل جاهز مليان styles. طب وانا هستفيد ايه بالخصة دي? لا يا فندمت استفيد كتير جدا. انت كده مش هتعمل انت الـ styles دي. الـ styles دي كلها هتلاقيها جاهزة. فانت هتلاقي ايه? هتلاقي بطن style. يعني انت هتلاقي للبطن نفسها? مش ستايل ده انت هتلاقي للبطن وهتلاقي للتكست وهتلاقي للليبل وهتلاقي الكل حاجة بقى. كل مكونات صفحات الويب هتلاقي لها جاهزة وما عليك غير انك انت تشاور على الفايل وتستخدمت ده يوفر علي ايه? كتير جدا. يوفر علي اولا دزاين جميل لانه جاهز بصراحة. ثانيا كمان وفر علي الستايل زي نفسها مش هكتبها. ثالثا انه يعني الدنيا كلها مرة واحدة طالعة زي بعضها ولو قررت في يوم الايام انك انت هتستخدم هتستخدم الستايل اللي انت عايش. تمام? ده مين? كل ده لاحظ حضرك ان احنا استيل بنتكلم في مين? في الاريا دي. منزلناش للاريا دي. طيب برضو مع الجزء بتاع الفرونت انت كده? عندنا كمان حاجة اسمها جاباسكريپت. الله دي جاباسكريپت دي بروغرامنج. اي يا فن مية بروغرامنج بس تي الاصل بتاعها انها بروغرامنج مهتمة الكلاين سايت بروغرامنج. جاباسكريپت برغم ان هي بروغرامنج واف وفور ووائل والكم الجميل ده. الا ان هي تهتم بمين بالفرونت انت بروغرامنج. يعني ايه تهتم بالفونت اند بروغرامنج? يعني مثلا لو حضرتك عملت شاشة زي اللي احنا عملناها دي. وجيت هنا وعملت بوتن زي دي. خلص? اليوزر هيكتب يوزر نيم هيكتب باسورد هيكليك على لوجين عشان يبتدي يتشيك بالشيك بعد كده ويكمل. طيب كده كلام جميل خار. فين الجافا سكريبت هنا? الجافا سكريبت هو الكود اللي ممكن اكتبه عشان يفاليديت داتا انتري. عشان يتأكد مثلا من ان اليوزر فعلا كتب اليوزر نيمو الباسورد عشان ما يبقاش فاضين وبقاين يدوكليك على لوجين يوم رايح على على السيستيم يقول له ده لأ طبعا. يبقى قبل ما يليف الصفحة دي يتأكد ان هو عمل لوجين. اه سوري كتب داتا. مش بس كده كمان. ممكن كمان تتأكد اني لو بيعمل اليوزر جديد ان كم كاراكتر وكم مش عارف ايه وكام ناكل. فالجافا سكريبت هي بروغرامين كود انتريست بالكلاينت سايد بروغرامين. مهتم بان هو يعني بروغرامينج على الكلاينت ده. طبعا بالرغم انه حصل بعد جهة عديلات ممكن نتكلم احق كمان شوية على الديفرانت باكيجز بتاعت الويب بسافة عامة. وعملوا ما يساعدنا بالنوت جي اس اللي هو قدروا يخلوا الجافا سكريبت مش فقط تتعامل مع الكلاينت لا بقيت تتعامل كمان مع السر. ده موضوعتي. طيب ايه المهم? دي عملولنا كمان حاجة اسمها جي كويري. جي كويري ديت. عبارة عن زي ما عملنا عبارة عن فايل جاهز للس بحيس ان اللي بيعمل ديزاين مش لازم ان هو يصمم الدنيا. زي ما عملولنا الكلام ده. برضو الجي كويري عبارة عن جاوا سكريبت فريمورك. يعني جاهزة من جاوا سكريبت وتوفر عليه كتابة كل الكود اللي انت عايز تكتبه بالجاوا سكيبت. يعني مش تكتبه كله برضو. النظرية دي همعها موجودة في كل حاجة. هتلاقي ايه? هتلاقي كل شوية. حاجات ايه يعني من الزيرو وحاجات ايه? تطورها شوية. وحاجات تطورها شوية. هتلاقي برضو كود من الزيرو. وهتلاقي له فريموركس وهكذا. تقريبا انا بنكن كل فموظم لغات البرمجة النهاردة لها فريموركس عشان كمان تخلي مش يعيد اختراع العجلة. ماشي الكلام? كل ده يا جماعة بيخدم مين? طيب يعني 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 ايه بيخدم يعني اللي انا عايز اعمله مش موجود في في الحاجات دي كلها. اللي عايز اعمله مش موجود في الحاجات دي كلها هو ان انا كنت عايز اعمل هنا مسلا في الصفحة دي. اه مش بس اما انت كنت عايز تعمل ايه? انا كنت عايز عامل لوجين او كنت عاوز عامل نيو. سين اوب او سين ان يعني هنا نيو. ايه 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 نيو? نيو يوزر يعني هو هو الراجل مش لازم اول ما يجي يشتغل يبقى عنده ايه? اكاونت جاهز ما هو اكيد اول مرة ما كانش عنده اكاونت. هو عاوز يعمل نيو. اه لما يجي يعمل نيو. اهيه ده انت حاك لازم ان تاخد منه الكلام ده. وتوديه على داتا بيز. ما انت لازم يكون عندك داتا بيز. اه هو ده معا اللي بيسمو ايه? اللي بيسمو باك انت. انا لازم يكون عندي داتا بيز. اوكي? ايان كان النوع. والداتا بيز دي. اول ما اليوزر يقول اه لوجين واحنا اه نوافق. يعني ايه نوافق? يعني نلاقيه كلامه مضبوط. يعني ينفع انا سيبه وداتا بيز وفريداتيشن اوكي? لهم واخدين الكلام دوت. وهم وديينه على اه الجزء ده يا جماعة اللي بيسموه مين? اللي بيسموه اه باك انت. اوكي? دي بتاعتي. ايان كان نوعا فعايزين نتكلم بقى الموضوع. اه يبقى انا عندي النص التاني من الموضوع اللي هو ده. النص ده محتاج ايه? زي ما حاج شوفت. محتاج اتعرف على بصراحة يعني الف بيه. وازا اعرف اتعامل مع داتا بيز والكلام با كل. يبقى انت حاج محتاج اتعرف على داتا بيز. طيب ده ايه? دي برامج. برامج جهزة. لا مش برامج برامج. يعني احسا ما داتا بيز مانش من سيسمز او اقصد زي مسلا اي حاجة عاوزة تعمل معها. ليه ليه برنامج شغل. فانت عندك مسلا ماكسوفت اكسيز مسلا. داتا بيز. حاك عندك مسلا 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 بتقريبا مايكسوفت داتا بيز. حاك عندك ماي طبعا داتا بيز. حاجة عندك برضو داتا بيز. عندك اكتر من داتا بيز. ماشي كما يا شباب? داتا بيز انجين ده باللغة الدرجة او التجارية. او داتا بيز باللغة الاكاديمية. المهم ان انا محتاج ان انا اتعرف على داتا بيز. اه طبعا اه ممكن حد يشتغل في الاريا دي الوحدة. يعني سوري. ممكن حد يشتغل في الاريا بتاعة الوحدة. ممكن. اوكي. لا فعلا فعلا. يعني هنا عندنا ناس شغالة في الوحدة. وان كانت ده مش مستحب ان يبقى في الاريا دي بس. لكن ممكن حد يشتغل في الاريا دي الوحدة. اه ممكن. اوكي. وممكن اه حد يشتغل في الاريا اللي تحت دي الوحدة. تسأله يقول حقا انا شغال back end. وممكن حد يشتغل حقا اسمها full stack ويشتغل كل ده. يعني اكيد سمعته مصطلح كلمة full stack. full stack يعني هو الراجل بياخد الموضوع من اول والاخد. بياخد الدنيا كلها ويعمل الديزاين ويعمل الاتابيز ويعمل. طبعا دي هي نوع من الاتابيز. يعني واك. طيب هل كفاية? هل كفاية ان انا اعرف اتعامل مع الاتابيز. يعني اعرف اكاري التابلز ومش حايف ايه وكان ده. زي ما هنقش كمان شوية. وخلاص. لا يا فاند معه. دي المكان اللي حكا صوب فيه داتا. لكن الجزء اللي هو بي organisation اللي هو بيصوب الداتا دا. اللي هو الجزء دا او اللي هو اللي رايح ده. اه ده programing. انت حك لازم ايه؟ انت فيه programming. لان programming هي اللي بتاخد من ال uh i بتاخد من front end. وتودي مين يا جماعة؟ وتودي ال Aww yup انا عايز programming. او او قد او لازم. او لازم؟ لاني مش هعرف اخد من داتا بيز و اصب في اشتري اخد من الشاشة اصب في داتا بيز الا اذا كنت عامل ايه بروغرامنج. تمام? البروغرامنج دي عبارة عن زي ما حاك عارف لغات برمجة مختلفة. اه معظمها اللي ما كن كلها طبعا بيبقى ايه بتسابورت الويب. يعني مسلا البيتش بي على رأس الحاجات ايه بتسابورت الويب. ويب بروغرامنج خلي بالك. البيتش بي. طبعا كله بقى البيتش نفس الكلام بتسابورت الويب بروغرامنج. الاسي بي دوت نت مشهورة جدا. طبعا بتسابورت الويب بروغرامنج. الجافا من خلال ما يسمى جي اسي بي او سيرفت بتسابورت الويب بروغرامنج. وهكذا. بروغرامنج عشان يقدر يعمل ايه? يعرف ياخد الداتا دي بالبروغرامنج يرميها في الداتا بيز. مش باس كده كمان. ويعرف ايه ياخد الداتا دي. يعمل ايه? ياخد الداتا دي. يبصيها الداتا بيز مش عشان يسايفها. عشان يعمل ويشوف الداتا دي موجودة في داتا بيز ولا لها? عشان لو مش موجودة يرد عليه ويقول له انفاليد يوزر. اللي هيعمل كل ده مين يا جماعة? اه بنسميه باك انتي بتسلسوك ايه? هو ده ايه? زي ما حاك شايف تقريبا انا ما قلتش كله ولكن معظم الحاجات اللي ممكن احتاجها. طبعا مع الويب بنحتاج حاجات متقدمة شوية. مع الوقت طبعا ما بنقولش انها من الاول خالص. اه عندنا حاجة اسمها ويب سيرفز مسلا. ويب سيرفز دي طبعا حاجة متقدمة جدا. اه جميلة خالص. بتخليني مش بس اقدر اعمل ويب. لا بتخليني كمان اقدر اتعامل مع الويب الاخرى من جوة بتاعي. يعني ايه كلمتين دول? يعني لو فرضنا مسلا ان انا عايز اخلي حدي بالفيسبوك اكاونت بتاعه عندي. لو فرضنا مسلا ان انا عايز اجيب اه معلومات من مواقع اخبار. لو فرضنا مسلا ان انا عايز اجيب حالة الطقس من مواقع الطقس الموجودة في العالم. ده بجد على فكرة. عايز اعمل بتاع العملة. انا مش هعطي ابرمج الكلام ده. او ما اذا فيه جاهزة بتديني حاجة اسمها بسيرفز. بقدر اعمل لها كل من جوة بتاعي عشان طلع الايه. مش بس كمان ده انت تعاملك مع مع المؤسسات الاخرى وكام من ده يكون من خلال الويب سيرفز. طيب كده يبقى اعراضنا تقريبا بولا حضراتكم الشكل العام للموضوع. لاجن تعالوا اه نتناقش كده ونتبادل مع بعض هذه الايه المعلومة. الله يخليك ازايك استاذ عزب. ازايك فنم ازاي حضرتك. الله يخليك تمام. الله اعطيك العافية ومشكور على هذا المقدمة الممتازة يعني. اه معلش انا شوية عندي شوية اسئلة هي كده بتتحملنا يعني يا استاذ. ياريت ياريت بالعكس. الله يسلمك. اه طبعا انا كونه دخلت في الموضوع من يعني شوية اشهر فلسه يعني حاسس انه بصراحة سوق الويب بروغرامنج والويب ديزاين سوق ضخم جدا يعني. مضبوط. في شوية تشكت وتصير مع اللي بدخلوا المجال هذا انه طب يتعلم هو مثلا بي اتش بي ولا يتعلم اس بي ولا يتعلم جي اس بي ولا وبعدين في مصطلحات زي الجي كويري وفي جي اس بي وفي يعني بصراحة في شوية متاهات يعني بعدين في ام اس اكسس ولا اس كيو ال سيربر ولا ما اس كيو ال ولا فبصير الواحد شوية متخربط وين يعني كيف يمشي في تراك واحد لانه اذا بده يغطي كل هذه الاشياء يعني ممكن تاخذ سنوات يعني. نحيي. اه ايش افضل شي يبدأ فيه الواحد من ناحية الفرونت اند والباك اند حتى يكون يعني يقدر يعمل اه وبسايت بسيط يكون في جميع الكمبوننت الاساسية يعني فيه اتش تعمل فيه سي اس اس فيه كونكشن على ديتا بيز في اه شوية انتراكتيفتي فافضل شي يبدأ فيه يعني من ناحية الطرفين يعني فرونت اند وباك اند. مظبوط فانا. كلام جميل جدا. بص حك يعني فانا زي ما حك اشارت لكده اه عندنا اكتر من من ابتجاه فانا محتاج ان انا يبقى عندي اه يعني اه انتجات واضحة بحيث اشتغل ايه مع ايه وكمل في مصار كامل يطلع على نتيجة صح ولا غلط? مية بالمية. جميل جدا. فاحنا زي ما اتفقنا عندنا اه فرونت اند وباك اند. اوكي? تزاين ودفولوب. الدزاين يخليني اعمل صفحاتي كويس. والدفولوب يخليني اخليها انتراكتيف اتعامل معداتها بيز. حلو كلام? كلام جميل. كميل جدا. طيب اه هنا عندنا مصارات على فكرة مصارات تكاد تكون ايه? يعني يعني مشتركة مع بعضها. يعني كزا مع كزا كزا مع كزا. بمعنى لو انا حبيت اه اشتغل هنا. طبعا ايه? اتش تيميل وبايزكس دي? لا دي مشتركة مع كله. بمعنى ايا كان المصار اللي انا هاخده لازم المجموعة دي. حاجة يا خباح حضرتك. يعني مش لازم كل ده. لكن هو اصلي. ده وده اساسي. ده ما فيهوش جديد ده يعني حتى احنا عاملين كورس صغير قوي عبارة عن تطويل ده. يعني فمش مش هحس ان انا بتعلم حاجة جديدة. ده اللي انا تعلمته هنا هطبقه بالبوتستراب على نفس الكلام. لانه دي جهزة. هنا ممكن شوية ممكن اخد اساسيات بس. ما تدين. بلاش دلوقتي. اركينه على جنب عشان ايه? عشان ما تسهبش ما ما تسهبش دلوقتي في الارية دي فلو انا اخدت دول خلاص وتعرفت على شوية من دول كده كويس جدا. طب وبعدين ناخد بقى مصار. فممكن ناخد الجزء ده كده كله مع بعضه. واخبار حضرتك. وبعدين يبقى انا كده عندي ايه? عندي الوب بيزيكس. احنا نسميها ويب بيزيكس. اوكي? بويب بيزيكس. دي على ست انها مشتركة مع كل الدني. الوب بيزيكس دي. آآ عايزة ايه? عايزة بروغرامنج. طيب عشان نعمل اكتر من ايه? اكتر من كوبي يعني اكتر من كوبي من مصار ده. بحيس ان هو بقى مختلف يعني. ونقى منه مصار. طيب الكلام ده هي لازم يكون نكتب مين? زي ما يستمتفقين. اهو يبقى عندنا كمان داتا بيز. طيب ما احنا كده برضو ما عملناش حاجة ده الشكل للعام اللي احنا قلناه. اهو ما انا بقول الحاجة بقى فيه اكتر من النموذج من الكلام ده. الوب بيزيكس مش مختلفين عليها. طب ممكن اشتغل اي بروغرامنج مع الوب بيزيكس دي. ممكن اشتغل بيتش بي. والداتا بيز بتاعتي تبقى بس كده? آآ بس كده. اهو. طب المصار ده كده ينتج? آآ آآ يعني ده كده الواحد ومصار والناش شغالة بيه زي الفل. بتزاين الصفحة بتاعتي بالوب بيزيكس اللي احنا اخدناها مع اي دي ببرمج بالبيتش بي. البيتش بي بيكونكت على مايسك وال كده بقدر اعمل وبقى كامل جدا. ده نموذج. النموذج ده بلجأ له لو انا عايز اشتغل كمان حاجات اوبن سورس وفري مفهاش لايسنز يعني مسلا البيتش بي مفهوش لايسنز في الهوستنج ولا مايسك واللي هما الاتنين فري. والوب بيزيكس ده اشتميل وساس وكلام ده كله برضو مفيش لايسنز اي حاجة. ادي نموذج. النموذج ده هو هو ممكن يعمل ايه? ممكن يتكرر كده هو. ويبقى الوب بيزيكس ما اختلفناش عليها. ويبقى ده اس بي دوت نت. والاس بي دوت نت هتماس بس شوية صغيرة ان هو عنده اي دي كاملة بتاعته هو. البيتش بي حاجة تستخدم اي اي اديتور. اي برضو اي دي اي. عن فكرة ليه اي دي زي. لكن الاس بي دوت نت بتاع مايكروسوفت. انما ده فيه كتير قوي يعني احنا استخدمنا بتاع انتل اي جي وهكزين. ده اي دي بس. طب الديتابيز هنا هتبقى حاجة من حاجتيين. مش واحدة. خسب الاسكيل بتاعي. لاما مايكسوفت اكسيس. لاما اسكيل سيرفر. هما ادنين ينفعوا. طب على اي اساس اختار ده ولا ده? على اساس الاسكيل بتاع السيستم بتاعي. يعني لو سيستم كبير. لا يبقى عاوز الديتابيز ضخمة. يبقى اسكيل سيرفر. لان اكسيس شوية صغيرة. شوية. مش قوي يعني. طيب. لو السيستم اه صغير والديتابيز لا بتمشي اوي زي الفل المايكسوفت اكسيس. طبعا ده نموذج. فيه نموذج اخر. النموذج الاخر? النموذج الاخر ان انا اشيل الاس بي وخليه جي اس بي. ينفع? اه ينفع. وفي الحالة دي انا بلحك دايما السوق بيشتغل كده. اللي هو الناس اللي بتشتغل بيتش بي تشغل مع مايس سيكول. او او اكسيس. اللي بيشتغل جي اس بي غالبا بيشتغل اوريكل. لكن ليس بالضرورة. بس اولحك غالبا. لان ده دايما الناس تاخد شركة معينة. ده او بنت سورس. اه ده مايكروسوفت. ده اوريكل. اوريكل دلوقتي جي اس بي بتاعها. ده كده ايه? سيناريو تاني. مش فنم? كفاية ولا ولا نولحك سيناريو اخرى? والله انا بالنسبة لي ما بكتفي من علمك يا اصدر عزم يعني. او بنا اخليك فان ازوع حضرتك. او بنا ديكي الصحة. انا بصراحة شكلي ما اخد مساعر الووب بيزيك بي اتش بي ماي اسكو ال. مظبوط مظبوط. شكلي هو عشان يعني اه ممكن اشهر وفري فاسهر للمتعلم انه يدخل عليه مباشر ايه. حقيقي وبعدين ما فيش اي لايسنز لاي حاجة في الدنيا على فكرة. يعني حتى لما حاجة بتخلص الابليكيشن بالبي اتش بي وتعمله هوستنج فري. الهوستنج بتاع البي اتش بي ما سكوال فري. انما الهوستنج بتاع الاس بي بيش فري على فكرة. ولا السكوال سيرفر. ولا الجي اس بي ولا الاوريكل. طب ليه الناس بتلجأ للحاجات دي بالرغم من دول فري. او ما هو بصراحة دول بيبقى اسهل شوية. فعلا اسهل على الديفولوب بنت واقوى. وده اسهل واقوى. فاللي بيلجأ له بيبقى عشان العميل اللي هياخد الابليكيشن بالتكنولوجي دي هيدفع فلوس. هيدفع هيدفع يعني احنا كلها غالية غالية غالية. فالعميل عارف يعني احنا عندنا عمل عارفين الكلام ده وبدفع فلوس هم حرين يعني. هنا لا انا بتكلم في صغير شوية ممكن مش هيكلفني كتير وبرضو على اساسه مش هكلف العميل ما انا ما تكلفتش. انما هي تكلفت بكلفه وانا تكلفت بكلفه. فممكن زي ما حاجة اشارت نبدأ بكده. وبعدين لما حاجة ان شاء الله تنتقل من مصار الى مصار. ده لا يعني ان حضرتك هتغير تغيير جزري. لا خالص. ده الفكرة بس ان ايه? ده هو ده هو ده ما اختلفناش. البروغرامنج تكاد تكون يعني في كل اللغات يعني بنسبة كبيرة جدا متشابهة. يعني آآ كل اللغات تحتوي على قواعد برمجة واحدة. اللي بيفرق من اللغة اللغة اني آآ السينتكس. ده بيكتبها ازاي? الده ده بيزم فهيم واحدة مش ممكن. بس انا هشوف ده بيطبقة زي انما كل بتعرف يعني داتا بيز ويعني تيبل ويعني كي ويعني كولومز وهكذا. فبالتالي لو المصار ده اخد مني مسلا ست شهور. انا بقول مسلا. يبقى ده مش ياخد مني شهر. يبقى ده مش ياخد مني شهر. شوف حاجة الفرق جدا جدا ازاي? لو ده اخد ست شهور يبقى لازم ده شهر وده شهر. بالعافية كمان يا. ليه? لان انا بس كل اللي هعمله ان انا هشوف المقابلات. وليس من اول وجديد هتعلم يعني بروغرامنج. لا خلاص بقى ما انا تعلمت هنا اي. يعني ايه ده تبيز? لا ما خلاص. يعني بيختلف في نغة للغة والنولج واحد. بالزبط بالزبط. السينتكس هو اللي بيختلف لكن النولج واحد. خلاص اخدت النولج بشوف بقى السينتكس الجديد ايه بما يناسب اللغة الجديدة هنا. ان شاء الله اللقاءات التالية هتبقى بعد كده اكثر تخصصا. يعني احنا بدأنا اول لقاء من اول مرة كان متنوع عام عن منتجات المنصة. افتقينا بعد كده ندخل يعني اكثر تعمقا وهكذا. فحنا عملين اهو بسم الله ما شاء الله نزيد كل شوية تعمق يعني. فان شاء الله حكا تلاقي عندنا بعد كده لقاءات اكثر تخصص يعني ممكن نتكلم في لقاء واحد عن مسلا التراك ده. عن التراك ده بس. بلاس بقى زي ما حكا اشارت كده بعض الاسئلة من التجارب ازاي قدر اقيم وقت وتكلفة تسك معين مسلا صح? ايه بالضبط. تمام. ناق جميل ان شاء الله يكون لنا فرصة والنقشو واحدة لك طبعا سعدائيا. كفيت ووفيت يا استرازم. ده زوء حركة ربنا بديك لك وسعداء باحدة لك طبعا. وان شاء الله حكا هكون معنا على دول مش كده? انا ان شاء الله انا يعني يعني مشترك معك وفي اكثر من دورة وحافظ دايما اني احضر اللقاءات ان شاء الله باي وقت يعني تعرضوها ان شاء الله راح يكون من اوائل الناس يعني. تشرفنا وبعين كمان عايزين يعني يبقى فيه تبادل يعني برضو حضراتكو تقول لنا الدنيا عامل ايه طب ايه من واقع العمل قابلتي ايه طلبات الناس ايه? لان في النهاية الواحد بيكون معرفته من التبادل. اكيد صح. احنا كان عندنا لقاء بن نص ساعة كده مع مجموعة من الزمن اللي اشتعروا الشركات. كل زميل كان بيادلوك داله كده ايه الجديد اللي عنده? فطبعا ده بينعكس انا كلنا يعني. صحيح انا يعني كفريق عمل متكامل فبنعكس خبراتنا لبعض فشيء مفيد جدا يعني. هنبقى سعداء ان حاك برضو تضف لنا ان شاء الله الجو المختلف برا. حاك قلت في كندا مش كده? نعم. فهنبقى سعداء حاك تقول ايه والله يا جماعة من الخبرة عندي في كندا الدنيا شكلها واحد دي انت اربعة. يعني كلنا كده بنختصر الوقت. مية في المية. انا والله يعني المشكلة الوحيدة اني انا يعني وصلت للـ EZT بطريقة الصدفة يعني. فانا مستغرب انه ما شاء الله عندكو هذه الكفاءة. لكن يعني ما بعرف ممكن طريقة الادعاية مثلا مش مش واصل الناس بشكل كبير. يعني كويس انا حاك بتقول كده زملاء في الدراسة معين هو عشان ايه يعني يشعروا بالمشكلة ويحسوا اني معلش يعني بس كده. هما سيما. لا انا بصراحة لا اخفيك يعني انا نكون صادقين يعني وانتم ما شاء الله جماعة محترفين. يعني انا من من تقريبا سبع سنوات في مجال المالتي ميديا والديزاين. ما شاء الله. لكن فعلا في مشكلة في موضوع المحتوى العربي. فانا كنت يعني انا اتعذب في اليوتيوب حتى اوصل لمعلومة مثلا كيف تعمل كذا بالماية كيف تعمل كذا بالثري دي كيف تعمل كذا على البي اتش بي. وما بعرف يعني سبحان الله من تقريبا ثلاث شهور او شهرين ونص بالصدفة يعني شفت شي على اليوتيوب الليه علاقة في في الايزي تي. فدخلت من هناك وتوصلت للمنصة تاعتكو فاتفاجأت يعني في المحتوى بصراحة الرائع يعني والاسلوب الممتاز يعني في الشرح والماتيريال والاسيسمنت والاسيست والاشياء كلها الموجودة عندكو يعني. فاستغربت انه كيف انا كل هذه الفترة في السوق العمل وانا اصلا كنت مقيف في الاردن وبعدين اشتغلت في السعودية يعني احنا ومصر باعتبار دولة واحدة يعني. حي! حي! عرفت يعني مش مش بعيد يعني. بستغربت انه انا كيف لا انا ولا الناس اللي حولي في المجال في الاردن ولا في السعودية كانوا بيعرفوا عن هذه المنصة بالرغم انه كان في ناس تتعذب وفي طلاب يعني انا درست في السعودية فترة في جامعات سعودية انه فعلا ان الطلاب لو كنت انا اعرف هده المنصة كنت يعني أنا رشحتها إلهم لأنه بتعرف يعني عندنا شوية ضعف اللغة الإنجليزية عند معظم طلاب الجامعة الدول العربية بدوروا على محتوى عربي والمحتوى العربي بصراحة على اليوتيوب أولاً مش professional يعني حتى يكون الطالب يدخل فيه من بداية إلى نهاية وحتى الاحتراف يعني بأخذ معلومة من هون ومعلومة من هون فبتشتت بزيادة النقطة الثانية أنه يعني بدك تحكيله روح على هذا المكان حتى تتعلم على سبيل المثال PHP روح على هذا المكان حتى تتعلم Photoshop ما بتحصل هذا الشيء موجود باللغة العربية بالطريقة اللي أنتوا قدمتوها فما بعرف بتمنى من عندكم بطريقة معينة وأنا رح يعني أساهم بنشر الاسم بتاعكم في كل الناس اللي بعرفهم بس طريقة معينة ممكن على الفيسبوك على اليوتيوب على السوشال ميديا يعني شوية marketing أكثر يعني لأنه بتستحقوا بصراحة تنشهروا أكثر من هيك ربنا يبارك بحقك طبعاً كلام جميل والزمنة 70 في الإدارة هو طبعاً يعني لو فيه تعليق من الإدارة بس أنا عايز أقول لك أن من الحاجات الجميلة أن فعلاً في الإدارة يعني مش بيعتمدوا على مجرد وصول محتوى مادة علمية ونشرها لا خالص يعني فعلاً المراجعة من الزملاء في الإدارة جيدة جداً جداً المراجعة للنص المراجعة للمحتوى أنا عايز أقول لك أن الزمل اللي يراجعوا إذا هو نفسه ومش فاهم المادة ومش مقتنع ومش مبسوط يقول لي لا مش أنا مش فهمها يبقى هو هي فهمها ازاي كده فربنا يبارك لك طبعاً حاك على كلامك الطيب وأتمنى أنه الزملاء في الإدارة يكونوا سمعيني الكلام دوت ويكون ديهم يعني حتى تفاعل مع حضرتك لأن حاجة بتقول أنا ممكن أساعد في نشر المحتويات دي فادوني طريقة وأنا ساعد بيها مش كده برضو أنا فهم صح؟ أنا بالضبط أنا شوف اشتغلت درست في الأردن في السعودية وفي الإمارات إن شاء الله وحالياً بأشتغل في كندا وعندي معارف يعني طلاب بدرسوا هنا وموظفين وبتعرف يعني إحنا الكوميونيتي العربي وين ما تروح موجودين الحمد لله يعني إن شاء الله فأي دولة من هذه الدول عندي فيها علاقات عندي فيها أصحاب عندي فيها طلاب بتواصلوا معي يعني لا زالوا على الفيسبوك وعلى الإنترنت أنا ممكن أزكي المنصة تاعدكم وما بزكيها بس من باب الماركتينج لكم يعني لا بزكيها وأنا من داخل مقتنع تماماً إن الشخص اللي راح أنصحه بالمنصة هذه راح أنصحه فعلاً نصيحة لله إنه يستفيد منها فإذا في أي طريقة أنا ممكن أقدمها في نشر المنصة تاعدكم هذه أنا مستعد بس يعني خبروني كيف وأنا جاهز زي ما حكوا يعني أكيد لحظته بنترون الموضوع من الزيرو ما بنعتبرش إن في باك جراوند خالص وما بنعتبرش إن حكي عارف التولز وبتسطبها لوحدك لا أبداً إحنا بنجيب التول مع بعض إن لو بندول لود بندول لودها لو حكي واخد الباكيج تول ونسطبها مع بعض خطوة خطوة بنمشي استفيد كإني ده أول إحتكاك لايه بالموضوع أتمنى إن يكون أفدنا فعلاً حضراتكوين أنا دكتور أحمد عطية حضرتك بجامعة MSA جامعة؟ جامعة MSA تمام أنا في كلية الفن والتصميم أو كلية اللي هي حكي لأكتوبر؟ جامعة MSA في أكتوبر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأدابة مظبوط فن شرفنا بحضرتك أهلاً وسهلاً فأنا مهتم طبعاً كدكتور يعني أنت عارف الدكاترة برضو كل فترة لازم يحدث نفسه ويطور نفسه وطبعاً نحب دايماً نسمع للناس الثانية يعني لأن دا برضو التعرف إن العلم ملوش آخر يعني تمام فأنا فأنا مهتم إن أنا طبعاً بحيث إن أنا بطول من نفسي يعني وفي نفس الوقت هي وسيلة طبعاً إن أنا ببدأ إن العلم دا الكلابي وأنا طبعاً ما عنديش مانع إن أنا يعني إن أنا أدلهم على الملصة بتاعكم يعني وأنا بصراحة شايف إن إنتوا حتى المدخل بتاعكم في الوب ديزاين هو مدخل مختلف عن المداخل اللي هي الناس بتبدأ بيها عادةً الناس بتخش على طول في الـ HTML و CSS لكن أنا أعتقد أن إنتوا كده بتتكلموا في الاصطراقش أساساً بتاع الوب ودي حاجة مش كل الناس بتتكلم فيها ودي حاجة يعني محترمة جداً وبتدل يعني إن في نواية كويسة فعلاً إن إنتوا تعلموا الناس كويس يعني موسيقى موسيقى موسيقى